قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب 14 آخرين اليوم إثر هجوم شنه مسلحون أكراد في بلدة انصبين الحدودية مع سوريا من ناحية أخرى قتل شرطي وأصيب 24 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة خارج مقر للشرطة في مدينة غازي عنتاب جنوب الشرقي تركيا وقال مصدر مسؤول أن 19 من رجال الشرطة ضمن المصابين في الهجوم وأنه سمع عدوي إطلاق نار عقب وقوع الانفجار لتفاصيل أكثر تنضمعنا من أسطنبول مراسلة الإخبارية ليندا غالييني ليندا نحن نتحدث عن حادثتين منفصلتين لو تطلعين على تفاصيلهما سواء كانت حادثة غازي عنتاب أو حتى بلدة انصبين نعم وقع انفجار اليوم في مدينة غازي عنتاب في وسط غازي عنتاب في مكان مملوء هو مكان تجمع لأبنية ومراكز حكومية هي مبنى الأمنيات العامة في غازي عنتاب وأيضا دائرة الهجرة والجوازات وأيضا دائرة الأجانب هو مركز لتجمع لعدة أبنية حكومية الانفجار وقع بسيارة ملغومة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 23-24 آخرين 19 منهم من رجال الأمن طبعا بعض الحالات هي حالات خطيرة لذلك أعداد القتلى هي مرجحة أن تزداد في حالة وقوع الانفجار هرعت سيارات الأمن والشرطة إلى المكان تم نقل وإجلاء المصابين إلى المشافئة القريبة ولكن حتى الآن لم توجه الحكومة التركية أصابع الاتهام بشكل صريح إلى أي طرف من الأطراف يرى محللون أن هذا الانفجار قد يكون له سببا أولا إما للفت نظر الرأي العام والشارع التركي عن ما يحدث في مدينة حلب باعتبار أن الشارع التركي هو البارحة خرج في عدة مظاهرات تأييدا لمدينة حلب فقد يكون هذا الانفجار لإلهاء ولفت نظر الشارع التركي وأيضا السبب الآخر قد يعزوه البعض إلى محاولة ضرب حكومة الرئيس التركي رجاب طيب أردوغان باعتبار أنه اليوم هو عيد العمال في تركيا نعم طب مثل ما ذكرت ليندا يعني الهجوم وقع في مركز الأمنية الحكومية بما أنها أمنية حكومية من المفترض أن تكون مؤمنة أمنيا بشكل كامل كيف تقع مثل هذه الانفجارات في هذه الأماكن وهي مؤمنة؟ ماذا عن الأمن هنا؟ نعم الحقيقة من يعرف مدينة غازي عنتاب يدرك تماما أنه الانتشار الأمني هو انتشار مكثف لكن يعني يبدو أن التخطيط المسبق لهكذا عمليات إرهابية يتم بشكل دقيق جدا المنطقة مفتوحة وهي تمركز لعدة مباني أمنية وأيضا مباني سكنية هي منطقة مفتوحة على مناطق سكنية أخرى يصعب إغلاقها يصعب محاوطتها من كافة الجهات أيضا هناك الكثير من المرافق العامة في المنطقة مطاعم وحدائق وإلى آخره الإجراءات الأمنية في تركيا الحقيقة هي إجراءات على أكبر قدر من الدقة في جميع المناطق لكن يبدو أن الحذر وشدة هذه الإجراءات لا تمنع العمليات الإرهابية في بعض الأحيان نعم أشكرك ليندا الغلاييني مراسلتي أخبارية كنت معنا من الصنبول شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك